مشرميني لوب ملياني هذه هي قصة الكتائب والقوات هذه الأيام لقد ظهر الخلاف القواتي الكتائبي إلى العلم وخصوصا بعد إطلالة النائب المستقيل سامي جميل الأخيرة على إحدى القنوات الفضائية اتهامات متبادلة وكل فريق ينسب إلى نفسه أنه جزء من ثورة 17-20 نتذكر جيدا تصريح رئيس حزب القوات الدكتور سامير جعجع إبان تقديم لجميل استقالته من المجلس الذي جاء فيه أن حزب القوات ثورة من جوة أي أن كتلة القوات تثور داخل المجلس النيابي أما لجميل الذي يتهم جعجع اليوم بأنه جزء من المنظومة الفاسدة يتناسى من أين أتت ثروته وثروة والده الذي كان ولفترة طويلة ضمن فريق التخاصص والمحسوبية اليوم وبنداء ثوري حقيقي نطالب الحزبين أن يثور بحق بوجه المنظومة قبل أن ينشر غسلهما على الملأ وكثوار 17-20 نطلب من الحكيم والشيخ سامي أن يضع ثروتيهما أصولاً وفروعاً أمام الرأي العام وضمن مبدأ من أين لك هذا وكذلك نطالبهما بأن يضحاوا علناً موقفهما من إيران وحزبها في لبنان كما نرى في خطاب نديم لجميل وبالمناسبة فإن تهافتكما على الانتخابات النيابية المبكرة ليس سوى مضيعة للوقت في ظل وجود حزب الله وسلاحه وحكومة تابعة له تدير الانتخابات وبالمناسبة إن مناصريكم المشاركين في الثورة لديهم رأي آخر بموضوع الانتخابات فهم يريدون كبقية الثوار التخلص من النظام الطائفي المقيط والخروج من قوقعة الأحزاب الطائفية وأخيراً وليس آخراً ونصيحة لكما إنما أنجزته الثورة في 17-20 لن يسمح لأحد أن يعيد عقارب ساعتها إلى الوراء لا باستغلالها ولا بالبقاء في نظام طائفي شاركتما بفعالية فيه وأورثمان من الويلات ما لا يعد ولا يحصى إننا ومنذ بداية الثورة نحاول أن نبني وطناً لا أن نرمم هياكل ترهلت بسبب مسيرتها ومسارها فالتاريخ لا يرحم ترجمة نانسي قنقر